من دور المجموعات وواجهنا أفيالاً ثم أسود ثم أسود آخرين بيوصفوا بالذين لا يقهرون وصلنا لحد ما واجهنا أسود تالت فريق أسود تالت اسمه السنجال لعبنا النهاردة المباراة وإحنا طامحين وإحنا عندنا أمل رغم كل الظروف الظروف الدرامية ظروف إن اللعيبة مش عارفة تاخد نفسها ظروف إن القيمة اللي انت رايح فيها بـ 26 لعيب عملا تتقلص منك ما بين إصابات ما بين إيقافات ما بين لعبين بيلعبوا في مراكز مش هي مراكزهم الأصلية علشان هو ده قدر الأبطال إنت مستحيل المشوار ما توصلش لنهايته إلا وإنت أميسك متقطع إلا وإنت متبهدل من طينة النجيلة إحنا تبهدلنا من طينة النجيلة في البطولة دي إحنا ضيعنا كل أو يعني بدلنا كل المجود اللي ممكن يبذل ما بيش واحد أثر ممكن ممكن نتكلم فنيا في إنه ده كان ممكن يعمل كده ممكن نتكلم في قرار كان ممكن يتاخد من كده لكن بجد ارفعوا رأسكم وما تحبطوش لأن الزعل غير الإحباط الإحباط يوقعك الزعل يخليك تضع أنت إنسان ازعل عادي جدا لكن ادعم أبطالك وادعم نفسك وكل واحد فينا من اللي كنا واقفين مع بعض الأيام اللي فاتت وبنحلم وبنتمنى ونقول 2-0-1-0 ومين هيجيب البطولة ومين اللي هيسجل كمل على نفس ده أنت عندك بعد شهرين فرصة جديدة ربما أحلى سألنا الشهرين اللي فاتوا أو تحديدا يعني زودنا قوي جرعة السؤال لما وقعنا في قرعة السنجال في تصفيات كاس العالم اللي في شهر مارس اللي جاي قلنا تاخد أمم أفريقيا ولا تروح كاس العالم الأول كانت الإجابات متفاوتة ما بين لا أخد أفريقيا طبعا أنا بقالي 12 سنة مخدتهاش ما بين لا طبعا نروح كاس عالم هو أنا بروح كاس العالم ده كل نسخة ده أنا من الـ 34 للـ 90 للـ 18 2018 فأروح طبعا 22 كمان لكن لما وصلنا للمرحلة دي لغاية مبالح كانت الإجابة واضحة وحدة جامعة لكل المصريين أكسب أمم أفريقيا واروح كاس العالم هو أنا صغير هو أنا اللعيبة اللي بتمثلني هناك دي صغيرين دول محققين أكتر من اللي أنا وأنا مواطنهم وأخوهم وصاحبهم ودعمهم وبشجعهم طول الوقت أنا نفسي ما كنتش مستني ده بتكلم هنا أنا كمصري لكن هم وصلونا الحتة بعيدة بمجهودهم والحقيقة إنه آه منتخب مصر طبيعي إنه يدخل أي بطولة يكسبها لكن ده ده في العنوين الصحفية مش في الواقع هو الواقع إنه إنت ممكن تقع وقعة واعتهى السنوات اللي فاتت تبقى محتاج تتعافى منها النهاردة إحنا تعافينا منها فأوعوا أوعوا الخسارة بتاعتمتش واحد ضياء لك بطولة تخليك تبدأ من جديد إحنا بالفعل في ممتصف الطريق طريق بدأ بتركيز شديد بإصرار من كل اللعيبة بلعيبة بتفكر مش بس في نفسها بل بتفكر في هي لبسة شرط مين تشيرط منتخب مصر زعلانين وحقنا نزعل لكن أبدا مش هنقول إن إحنا نهارنا إحنا من بعد بكرة من بعد بكرة لما العيبة كلها ترجع إن شاء الله القاهرة الصبح ويبدأوا ينطلقوا إلى اتجاهاتهم ما بين أوروبا ما بين أبو ظبي ما بين القاهرة ما بين أي منتخب أو أي نادي بيلعبوا فيه يبدأوا يركزوا تاني إنهم يلعبوا مع أنديتهم بذكاء وبتقلق وبنفس الإصرار عشان نفس المجموعة دي وربما يضاف إليها أسماء أخرى هي اللي عندها نفس الحلم حلمنا كلنا نروح كاس العالم زعلانين ومأهورين لكن التعويض بإذن الله موجود وهي دي كرة القدم ممكن تزعالك قوي وممكن في ظرف أيام قليلة أو ما بين فبراير ومارس تفرحك قوي فيلا مع بعض نبدأ ندور على الفرحة والفرحة ما بتجيش إلا بالاجتهاد وبالإصرار وبالتركيز وحتى بعلاج الأخطاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية غرد مباشرة بعد نهاية مباراة مصر مع السنجال في نهاية أمم أفريقيا قائلا أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الأفريقية لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المنديال ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز فما قدمتموه يثبتوا أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله أعتقد أنها جامعة وملخصة لكل ما يشعر به كل واحد فينا إحنا آز علنين لكن اللي مريحنا شوية أو مطبطب علينا شوية أن الناس دي اللعيبة دي اللي هي مننا كانت حسة بينا ما بخلوش بأي مجهود تعبوا وصلوا المرحلة من المراحل في الماتش النهاردة أنهم مش عارفين يجروا أنهم تعبوا خلصت خلصت الطاقة لكن استمدوا طاقتهم من أصوات اللي موجودين في المدرجات اللي رايحين يمثلون فسامعين صوت مئة مليون مصري إن لم يكن أكتر بل أكتر من ربعمائة مليون عربي دعموا المنتخب النهاردة شكرا لكل عربي وشكرا لكل مصري دعم ووثق وصدق وشكرا للعيبة المنتخب الوطني ولكن القادم أصعب هي دي البطولات هي دي الكورة انت خدتها سبع مرات قبل كده مش بسهولة السنغال حوله مرتين خدوها في التالتة كرة قدم يا جماعة نزعل لكن ننتظر الفرحة بعدها مباشرة السيد محمد أبو العين